بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نتحدث اليوم في موضوع القراءة على الماء وهو كلام يتصل بالرقية الشرعية ومن أصح ما ورد في هذا الموضوع عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث نفرا من أصحابه فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم أي طلبوا منهم أن يضيفوهم حيث لم يكن في تلك الأزمنة فنادق والسراحات فمروا على حي من أحياء العرب وطلبوا منهم أن يضيفوهم فرفضوا وأظهروا لؤمهم لكن هذا الوفد لكن هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم اكتشفوا وقد اكتشفوا أن القوم لآم غير كرام نظروا فإذا سيد الحي لديغ ويوجد هناك شيء من الاهتمام والحركة غير الطبيعية فسألوا ماذا حصل عندكم قالوا إن سيد الحي لديغ فهل عندكم شيء تفعلونه لمعالجة هذه التي ألمت بسيد الحي لدغة عقرب على سبيل المثال قالوا والله نحن جئناكم وطلبنا استضافتكم وطلبنا أن نكون ضيوفا عندكم فرفضتم فلا يمكن أن نقدم لكم أي مساعدة إلا بشيء تكرموننا به فقالوا أي شيء تريدون فبدأت مفاوضات اتفقوا على أثرها أن يعطوهم قطيعا من الغنم إذا برئ سيد الحي من مرضه بالفعل لعله سيدنا أبو سعيد الخضري قال فبدأ ينفث عليه يعني ينفخ بشيء من الرذاغ البسيط من لعابه ويقرأ سورة الفاتحة فتقول الرواية الصحيحة أن الرجل سيد القوم فقام وبرئ وكأنه نشط من عقال فعندما أرادوا أن يكتسموا هذا العطاء وهذه الغنيمة دعنا نقول قالوا والله لا نكتسم حتى نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فعندما وصلوا نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه وفهم القصة وفهم الأحداث التي مرت معهم قال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم وإنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام مبالغة في إيناسهم ومن الرقية القراءة على الماء إذن سورة الفاتحة رقية بدون ماء بدون أي مراسم أخرى نقرأ الفاتحة ونمسح بها على ما تصل إليه أيدينا من أنحاء جسمنا أما ما أزمزم فهو بحقيقته وبطبيعته قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له وقال طعام طعم وشفاء سقم فكيف إذا قرأنا على ماء زمزم مثلا آيات من المعوذات أو آية الكرسي أو سورة الفاتحة لعل هذا ينفع ويدفع امتثالا لقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة